السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن بيان عاجل بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بداية من يوليو 2023 يوليو المقبل طبعا هنعرف تفاصيل الخبر بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلوكم للفيديوهات الجديدة انتشر في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي اخبار عن صدور قرار برافع سعر رغيف الخبز المدعم بداية من يوليو القادم ورد المجلس الاعلامي لمجلس الوزراء ومع وزارة التموين والتواجر الداخلية عن الانباء المتدولة عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم خلال شهر يوليو المقبل واكدوا ان هم شايفوا كل الاخبار المتدولة في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي واكدوا ان الاخبار ديت لا صحة لها وان رفع سعر رغيف الخبز المدعم بداية من شهر يوليو القادم دوت قرار غير صحيح تماما وده خبر غير صحيح وان الاخبار دي عبارة عن شائعات وانه لم يتم اصدار اي قرارات في هذا الشأن واكدوا على استمرار نظام صرف الغيف في الخبز المدعم للمواطن على بتوقعات التموين بسعر خمس قروش فقط دون اي زيادات وان النظام اللي هيستفيد منه واحد وسبعين مليون مواطن على ان تتحمل الدولة تكلفة الانتاجية واشاروا الى ان شن حملات رقابة جديدة جدا على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة المعايير الجودة وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين وقالوا كمان ان تم تزبيت سعر رغيف الخبز بقيمة خمس قروش على الرغم من زيادة التكلفة الانتاجية وبلغ عدد المستفيدين من بطاقة التموين على مستوى الجمهورية حوالي 64 مليون فرد بتكلفة 36 مليون جنيه سنويا بما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا وبلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 جنيه أو 300 جنيه حوالي 900 مليون جنيه شهريا والممتد صرفها من سبتمبر 2022 حتى يوليو 2023 وناشد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الاعلام ومواقع السوشيال ميديا التحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر الخبر خاصة فيما يتعلق به السلع التموينية وبطاقات التموين والخبز المدعم لأنها من الأخبار المهمة واللي بتهم كل المواطنين ده كان تعليق وزارة التموين والمركز الاعلامي الخاص بوزارة التموين ومجلس الوزراء عن موضوع زيادة سعر رغيف الخبز المدعم في يوليو المقبل لو في أي جديد هتلاقوه هنا في القناة فتابعوني ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوكم للأخبار الجديدة شوفكم في فيديو الجاي ومع السلامة